حياكم الله حبتي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامج علمكشوف حياك الله يا مازل من فترة نتابع وننقل تظاهرات ومناشدات ومطالب رابطة الخريجين الإدارين والتربوين هذه الرابطة الضم مئات من الخريجين كانت لهم وقفات احتجاجية كثيرة وعادة ما يطالبون بالتعيين وبها أيضا خريجين من سنوات سابقة كانت لهم مطالب باستثناءهم من شروط المفاضلة والتقديم من انطلقت التربية أطلقت 50 ألف درجة وظيفية والآن أكو 37 ألف درجة وظيفية أيضا أطلقتها حكومة بغداد المحلية يطالبون بنفس المطلب حتى نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المطالب ينضم إلنا من استوديوهاتنا في بغداد السيد هادي حسين ممثلا عن رابطة الخريجين الإدارين والتربوين حياكم الله سيد هادي أهلا وسهلا تحياتي لكم وتحياتي للكادر صراحة ليجز اللسانة عن وصفة اليومي لتابع قضية الفئات المهمشة والمظلومة والتحياتنا لمشاهدين أكثر حياكم الله سيد هادي يمكننا استضافيناك سابقا نعم وإيضا كانت هناك تظاهرات سابقة الآن أيضا في هذه التظاهرات الجديدة ومطالب الجديدة بعد إطلاق 37 ألف درجة وظيفية من حكومة بغداد المحلية على الاعتبار من 50 ألف درجة وظيفية أغلبكم ما استفاديتوا منها هل هناك بوادر أمل لكم أنه تستفيدون من هذه الدرجات الوظيفية لا يخفى عليكم الجهد الذي بذناه بالسنوات السابقة من أجل تضمين درجات ضمن درجات خاصة للتعاقد مع الخريجين بصورة عامة في بغداد وباقي المحافظة الحمد لله تم شمول استحصال أكثر من 200 ألف درجة وظيفية للخريجين بصورة عامة سواء كان متظاهر أو غير متظاهر لكن إلى هذه اللحظة صراحة نحن دائما نطلع ونقول اليوم حق المتظاهر حق المجاهد الذي يطلع بالشارع ويدافع عن حقوقه ويوقف هذه الوقفات أمان العامة أمام مجلس النواب مراجعات لأغلب المسؤولين أو جميع المسؤولين سواء الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية أغلبيتهم عندهم دراية موضوعنا اليوم ومن خلال مناشداتكم ومن خلال القنوات الإعلامية وضغطنا بالشارع صراحة تم حصول بغداد على 37 ألف درجة وظيفية وكذلك 50 ألف درجة وظيفية خاصة في بعض المحافظات حصة بغداد منها 15 ألف درجة وظيفية على ملاك وزارة التربية صراحة أحنا كرابطة الموجودين بها كمتظاهرين مثل ما مبين بالصورة يعني خلال هذه السنوات الأربعة الأعداد مالتنا يعني ما جاوزت الألف متظاهر اللي تعبوا واللي وقفوا المطالبين بحقوق ما يعادل أكثر من 300 ألف خريج في بغداد فأحنا اليوم من خلال هذه التظاهرات حاولنا إيصاص صوتنا للجهات المعنية والمسؤولة سيد هادي إذا تسمح لي اليوم أنت 37 ألف درجة وظيفية وحصتكم من الـ 50 ألف يعني 52 ألف درجة وظيفية نفس الوقت اللي دا يتظاهرون حاليا هم ألف نعم اللي دا يتعينون غيركم تماما غير المتظاهرين الألف هذا الأقل للألف طبعا ذول المتظاهرين اللي مرابطين بساحة الاعتصام أنتم من خلال قنواتكم وثقت أغلبية القنوات وثقت أن تواصلنا من خلال التظاهرات أحنا وجودنا بالشارع أقل من الألف زين أحنا اليوم من إجتنا ما يقارب 52 ألف درجة وظيفية نعم إذا استثنين منعتها هالألف هذا اللي يطلع وطالب وتعرض القمع وتعرض شتى أنواع التهميش والشتى أنواع يعني اليوم من نجي ونشوف أم أم التظاهرة جاية بمكان أطفالها ونشوف أب هرم يجي يطالب بحقوق أطفاله حتى بس يحصلينهم فرصة عقد اللي ما يجاوز 300 ألف 300 ألف اللي هي حتى ما والله العظيم إذا أريد نطيها راتب رعاية كراتب رعاية نطيها لهم فهي شي قليل يعني لحد أسبوع اللي أدري بي ما تكفي للفرد العراقي زين نحن اليوم من نشوف هاي المتظاهرين وهاي العالم نحن من خلال كتبنا هسه حتى يكون عندكم اطلاع بهذا العمر نعم نحن الخطوات اللي استجدت عندنا قدمنا ملفنا للسيد رئيس الوزراء طبعا مشكور تم تهميش كتابنا بتدقيق الأولويات الموجودة من قبل محافظة بغداد تعرفون الانتخابات جدت صارت الانتخابات فالمحافظة القديمة اللي مفروض هو أصلا لازم يقوم برفع كتابنا أخر الكتاب للحكومة المحلية الجديدة الحمد لله والشكر الحكومة المحلية الجديدة ما قصرت ويانا تم رفع كتاب من رئيس مجلس محافظة بغداد للأمار القيسي تم رفع كتاب بالاستثناء وتم التصويت علينا من قبل مجلس محافظة بغداد باستثناءنا من الضوابط والشروط كوننا مستحقين نحن اليوم نحن اليوم مطالعين للتظاهرات اليوم أو البارحة نحن صارنا أمر بالتظاهرات وهذه التظاهرات مطالبين إذن حكومة بغداد المحلية عاملت مع مطلبكم بإيجابية وأخذت أسماءكم والآن تنتظرون أي وقت يتم التعيين أحسنتي نعم أحسنتي أرحب بك مرة ثانية الأستاذ هادي حسين ممثل الخريجين الإداريين والتربويين الاستثناء اللي أنتو طلبتوه اليوم يمكن هو من شروط المفاضلة والتقديم على هذه الـ 50 ألف أو الـ 15 من عدها إلى التربية نعم يعني ليش تطلبون مثلا استثناءكم من شرط مفاضلة أحسنت شرط المفاضلة يعني يتحدد بسنوات التخرج له غير نقاط به بالنسبة طبعا أشكرك أستاذ مانسين هن عدنا سؤالين إن شاء الله جاوبك عليهم بالنسبة طلبنا للاستثناء لأن أقراننا اللي كانوا يتظاهرونه سابقا بمحافظة النجيف ومحافظة ذيقار تم استثناءهم من الضوابط والشروط هل من المعقول استثناء محافظة دون أخرى؟ اليوم نحن من نحجي كمتظاهر باسم رابطة الخريجين الكل يعلم أن رابطة الخريجين التربويين والإداريين هي رابطة شاملة لكل المحافظات من البصرة إلى كاركوك نعم نحن اليوم كل محافظة عدنا تنسيقية جزيلا اليوم منطلعنا وطالبنا وطبعا من خلال الكتب اللي قدم لها اللجنة التربية النيابية إلى مجلس النواب إلى مجلس الوزراء تم استثناء فقط هاي المحافظتين وتم التعاقد إياهم السبب يعني يمكن أنه الأعداد أقل بالعب الفرص أكثر فرص يعني أقصد بها الدرجات أكثر ممكن بالنجف أو غير محافظات بالعكس استاذ بالنسبة للبرداد الكل يعلم أنه تعداد برداد ما يقارب يعني أكثر من 9 ملايين نسمة نعم أكثر من 9 ملايين يعني يوصل لحد العشرة نحن اليوم عدنا 15 ألف درجة وظيفية وحصة الأسد حصلتها هي بغداد كونها أكثر أكثر يعني عدد نسمة بس نحن اليوم اللي صراحة طالبنا بأنه استثناءنا كون هذه الرابطة مرتبطة بقية المحافظات اليوم نحن نطالب عسوة بقية المحافظات اليوم متظاهرين بغداد صارهم أربع سنوات بقية المحافظات كذلك أربع سنوات يجينا ووقفنا كنا طبعا دعيت المحافظات جميعا بالوقوف أمام أبواب الخضراء والحمد لله والشكر من خلال هذه المظاهرات وضغطنا على الأمانة العامة المجلس الوزراء تم استثناء هذه المحافظة كون رئيس لجنة التربية النيابية الدكتور سعاد الوائلي ساعدت بالعمل كونها بيت النجف نعم اليوم صارت العمل مالتها كونها على محافظة النجف فطالبت بحقوق أهالي محافظتها أحسن أنتم أحد في مجلس النواب يعني ممكن يساعدكم بهذه القصة مع الأسف أنه صارت بهذه الطريقة هي أستاذ مازل أحنا اليوم المفروض من رئيس لجنة التربية النيابية كونه اليوم أد لهذه الشريحة يتحدث باسم الكل المفروض يتحدث باسم هذه الشريحة بصورة عامة نعم ما من الممكن أن تستثني محافظة النجف كون خريجين محافظة النجف يعني نحكيها بالعامية باشر أقبة تستفاد منهم انتخابيا لا أنت اليوم اشتغل للمحافظات بصورة عامة وشوف العالم هو التوفيق إلى هيئة طبعا نحن نبارك لكل الشباب يعني بالنجف أو غير محافظات يعني أخذوا فرصتهم وهذا جزء من حقوقهم يعني نبارك لهم وأبدا الموضوع ما لا علاقة بس إنه ده مقارنة هي طيب تحدثت حضرتك عن 300 ألف 300 ألف تقصد عددكم الكل اللي حاليا تبحثون عن هذه الفرصة على مستوى العراق كتقديم على وزارة التربية التقديمي اللي حصل على وزارة التربية ما يقارب 300 ألف خريج عاطن على العبن أحنا اليوم يعني نقولها الحكومة مو ملزمة بتشغيل الجميع لكن إيجاد فرص العمل تقول اليوم لا فاتح لهم قطاع خاص لا فاتح لهم القطاع الحكومي يعني تخيل أحنا كرابطة ألف شخص اللي القب له ومنعتهم على ملاك وزارة التربية من الـ 15 ألف درجة وظيفية فقط 30 شخص نعم أستاذ موازني يعني 30 شخص من أي كنسبة ما كنسبة يعني لا شيء نعم زين أحنا كمتظاهرين إلى متى نبقى على الأرصفة إلى متى إلى متى أحنا نبقى طالب الحكومة تعالي وفرين فرص عمل والحل أيضا يعني خلينا أكون صريح يا أستاذ عديل الحال أيضا مو أنه بس أنتو اللي أنتو تظاهرون أكيد يعني الألف اللي تحدثت يعني أنتو طبعا يعني أنتو يمكن متحركين أكثر من غيركم متواجدين بالشارع ومقالبين بحقوقكم بس حتى لو عينوا هذول الألف ما عندنا آلاف الشباب والشابات بشهادات منتظرين هذه الفرصة أيضا أحسنت أنتم تتحدثون يمكن باسم الجميع أفضل ما تتحدثون باسم ألف شخص لا يخفى عليكم أستاذ مازل نحن طالبنا في هذه الدرجات ما طالبناها أننا كمجهود خاص للألف نحن طالبنا أكثر من مناشدة صارت أن جميع المديريات بشمول الاختصاصات الإنسانية وشمول الإداريين وشمول أغلب الفئات لكن نحن اليوم نقول حق اللي يطلع يجاهد بالساحة مو مثل حق اللي يقاعد ببيته وما يعرف بيها شلون يجدت الدرجات نعم تعبتوا يفترض أن يكون لكم أولوية واليوم من استثناء وجهة المفروض المفروض نحن يكون إنه استثناء خاص حالنا حال بقية المحافظات ما من الممكن هذا مطلبكم الرئيسي هذا مطلبنا الرئيسي الشغلة الثانية نحب النوح عليها من خلال شاشتكم نحن اليوم عندنا الدرجات الـ 15 ألف درجة وظيفية اللي يجدت لبغداد هاي الدرجات صراحة صار بيها ظلم كبير في جميع المديريات كثير من الخريجين الموجودين درجاتهم يعني حسب درجات المفاضلة اللي هي الزوجية والأطفال والسنوات التخرج وضافوا له الضافوا له هالأبوك تربة وأمك تربة وهي معرف شنو يعني هاي صراحة نحن نشوفها حسب الاتفاق السابق اللي كان مع الدكتور فلاح القيسي ما اتفقنا على أنه أبوك تربة وأمك تربة يلا أنت تجي تاخد درجة على أي أساسان اليوم أطي استحقاق اليوم عندنا استحقاقات على المعدل أطي استحقاق على المعدل ليش ما ليش ما تشتغل على المعدل اليوم أو سنة التخرج مثلا وشغلة ثانية الحب نوح عليها اليوم عندنا أشخاص من الخريجين درجاتهم ثلاثين واربعين وخمسة وثلاثين اللي قابليهم واللي موجودين أخمسطاعش أثناعش يعني اللي ما اللي مخليهم تخصب من درجات المفاضلة بالضبط اللي موجودين طيب اللي الدرجاتهم قليلة مستفا يعني مخليهم أسماء صادر يعني شنو السبب برأيك يعني احنا ما ما عرف يعني شنو السبب برأيك هذا السبب إذا هي مفاضلة وبالمفاضلة يكون نعم يعني هذا النوع من عدم المفاضلة نعم نحنا اليوم من نجي ونقول مفاضلة��icentrownية هذه المفاضلة الكترونية المفروض منعتهم تكون حتى تكون عادلة يعني مفاضلة دقيقة إحنا اليوم من نقول اليوم من نقول مفاضلة ضمن ضمن درجات وظيفية نيجي Share نحكم عليها عن طريق غير الدرجات العالية تيجي تتابع الدرجات اللي طالعها. لا أحدد لي ليش؟ ليش؟ يعني احنا ما نريد نلمح يعني أكو فساد بالموضوع مثلا؟ فساد ما يصير بهذه الطريقة الطريقة العلنية الطريقة العلنية يعني ما حدي اليوم يطلع ويقول يعني درجة 28 واللي مختارين 15 واللي 28 ما مختارين ربما أكو أسباب أخرى يعني أكو سبب بالنظام أكو من المفاضلة يعني أكو أكو سبب بالنظام اللي طرحته الوزارة نحن نتمنى نكون وصلنا صوتكم الأستاذ هادي حسين وعدنا بخبرنا القادم يعني راح يكون أكو افتتاح لألف مدرسة إن شاء الله يكون مع افتتاح لهذه المدارس بالفترة القريبة يعني يكون لكم فرصة ويكونوا محتاجين إلى تربويين يكونون في المدارس هذه الجديدة شكرا الأستاذ هادي حسين من رابطة الخريجين الإداريين والتربويين شكرا لوجودك ويانا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة